لتحفيز جميع فئات المجتمع على تلقي لقاح كورونا أطلقت تكية أم علي بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مشروعا وطنيا توعويا للتصدي لجائحة كورونا وهذا ضمن المرحلة الأولى من المشروع اثتم افتتاح مركز تطعيم تكية أم علي في منطقة المحطة وسط عمان حيث تم توفير اللقاح في المركز للأفراد المستفدين وغير المستفدين من برامج تكية أم علي كما تم إدراج المركز في منصة التسجيل لتطعيم كوفيد-19 تحت اسم مركز تطعيم تكية أم علي كل من يأتي من أجل مراجعة تكية أم علي أو الجمعية الخيرية سيجد هذا المركز قادر على التطعيم موجود باستمرار كافة أنواع المطاعم لا يشترط التسجيل على منصة وبالتالي لا يحتاج إلى الذهب إلى أي مكان آخر هذه جاءت في طار التسجيل عملية أخذ المطعوم من خلال شركان الجمعية المحلية في مختلف محافظات المملكة البالغ عددهم 300 جمعية فإحنا إن شاء الله نستهدف أن ننصل لحوالي 100 إلى 150 ألف شخص يستفيدوا من هذه الحملة إن شاء الله سيكون في مراكز متنقلة بلشنا هلأ بالشمال بإربد وبجرش موجودين بالبقعة وموجودين بماركة وإن شاء الله خلال البشروع هذا مستمر عام ذا 3 أو 4 شهر قابل للتمديد فبشكل يومي في مراكز تطعيم متنقلة ستكون موجودة بهاي الجمعات الشركة